اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحاب وأجمعين إزايكو حبايب قلب أغباركو وعملين إي ربكو كونوا بخير النهاردة بإذن الله كده الفيديو بتاعنا جميل جدا 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 تعالوا مع بعض نصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ولا لسه أول مرة شوف القناة يا ريتينزي نشترك فيها ويفعل الجرس وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة كون جزاك الله كل خير هو ده البط يا جماعة اللي بصور به معاكم ما شاء الله اللهم بارك النهاردة عمر 24 يوم 24 يوم بسم الله ما شاء الله عاوز أقول لكم هشوفوا البط النهاردة يقول عليه عمر شهر ونص ولا حاجة بسم الله ما شاء الله بدأ إن هو يوصل لمرحلة التريش بتاعه زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله النهاردة هننزل خلطة جميلة جدا جدا ومموفرة وعايز أقول لكم إن هي تبقى موجودة عندكم إن شاء الله في كل بيت هي موجودة أصلا كل يوم ومعنا الصبح وبالليل وفي كل حتة تمام تعالوا كده نصلي بينا على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام ونبتدي الفيديو بتاعنا النهاردة وكمان هتكلم على الموت المفاجئ لإني جات لأسئلة تانية عليه مع إني لسه بنزل فيديو من يومين وتكلمت في حكاية الموت المفاجئ بس النهاردة برضو هنتكلم عليه تاني وهقول لكم الأسباب بتاعته إيه وبدأ من تبتأكل على فيبقى لازم تغضي حزر كويس جدا جدا في الحر وفي كمان شدة الحرارة علشان البط يا جماعة زي ما قلتلكوا قبل كده لما بياكل العلف ويكون العلف أصلا من الحاجات يعني ما بياكلها بتبقى حامي جدا عليه بالزاد في الحر تمام؟ الفراخ البيضة ذات نفسها مش بتتحمله وبتلاقي فيه احتباس حرارة وبتلاقي الفراخ بدأت إن هي يكون فيها موت مفاجئ طيب نتفادى الموضوع ده إزاي؟ هقول لك هننتفادى إزاي؟ أول حاجة لو أنت بتأكل البط بتاعك علف صافي يبقى أول حاجة هتعمليها لازم يعني بص عاوز أقولك مش جردل يعني حط كده طبقين ميا يكونوا حلوين كده للبط بتاعك خلاص يخلاص يخلاص وحط غيرهم يخلاص وحط غيرهم تمام؟ ما تسيبهش البط عشان نهائي خالص ممكن البط ما يكونش علف كله ممكن يكون نسبة بسيطة تمام؟ ما شاء الله زي ما أنتو حين شايفين أنا دلوقتي هنا أصلا كنت لسه محطتش أكل أنا أكان أول حاجة بنزلها لهم دلوقتي الميا زي ما أنتو شايفين كده تمام؟ هم طبعا جايين عاوزين ياكلوا وعاوزين يشربوا طيب في الحالة ديت لو أنتو اتأخرت على البط بتاعك والبط بتاعك جاعة هتعملي إيه؟ أو ما فيش ميا عنده بقاله فترة هتعملي إيه؟ أول حاجة هتنزلها قبل المياه لأكل لازم أن تأكليه الأول حطي أكل الأول وبعد كده نزله مياه طب ليه؟ 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 ليه أن احنا ننزل أكل الأول وبعد كده نحط المياه؟ هقولك ليه؟ لأنك لما هتنزله مياه على جوف حامي وجوف سخن هتلاقي البطة جالها بدأ أن يحصلها تشنجات بدأت البطة تتقلب على ظهرها زي ما وردكوا في المقطع اللي كان موجود قبل كده من يومين تبدأ أنها تتقلب على ظهرها كده وتبدأ أنها تفرفر وتقعد كده تضرب برجليها وبعد كده بتلاقي البطة ماتت يعني ماتت في مكانها تمام؟ وممكن كمان تتلاقي مش بطة واحدة ممكن تتلاقي بطة واثنين وتلاتة طب إحنا ليه نوصل نفسنا؟ إن إحنا شوية البط اللي إحنا صرفين عليهم وتعبنين عليهم أو انتشاريهم من حد وتعبنين عليهم ودفع فيهم غالي ليه إن إحنا نبهدلهم وليه إن إحنا نموتهم من إيدينا تمام؟ طبعاً الله المستعان وربنا يعين كل واحد فينا على حاله تمام؟ عاوز أقول لكم إن هنا كانت روفان كانت وقفة بتحط المية ليهم زي ما أنتوا شايفين أنا هنا نزلت مية على طول لأنهم أصلاً كانوا شاربين يعني كان فيه مية قابليها بشوية كانت محطوطة فما فيش أي فرق إنما إنت لو مثلا البط مثلا بقاله مثلا ساعتين ثلاثة ما فيش عنده مية لأ يبقى تنزل أكل الأول وبعد كده تنزل المية وراه على طول أو الأكله محطوط تنزل المية معاه فحيز البط هيكل وهيشرب كده تبعدي عن حكاية الموت المفاجئ اللي بتحصل طيب السبب الثاني علشان خاطر نعرف برضو ممكن البط بعد أسبوع يموت إيه الأسباب بتاعته؟ أسباب بتاعته إنه دي بتبقى أمراض وراسية أو فيرس في قلب الجو وزي ما قلتلكم قبل كده فيرس بقى في قلب الجو يا جماعة في الصيف بالذات الفيرس بينزل بيهبط في الأرض من درجة الحرارة لكن مش بيموت تمام؟ يعني لو كان في عندك قبل كده فيرسات في قلب المكان في عندك فراغ بلدي وماتت وإنتي جبت مثلا طيور جبت فراغ بلدي تاني جبت بط تاني جبت أي نوع طيور تاني وربطي في نفس المكان بالتالي أول ما درجة الحرارة بتتغيره وبتلاقي نسبة الرتوبة بتاعلي بتلاقي الفيرس بدأ ينشط تاني إنه هو مش بيموت استحال إنه هو يموت تمام؟ فعشان كده بقول لكم اخدوا بالكم وابدأوا أعملوا خلطات موفرة بدأوا أعملوا خلطات للشوطة وعشان كمان ترفع معاك مناعة البط بتاعك هنا زي ما انتم شايفين أنا في البداية خالص كنت كده بقطع شوية عيش حبة يعني والله العز ما عوز أقول لكم هم رغفين صغيرين قطعتهم كده وبدأت إن أنا ننزل عليهم العلف للبط تقلي بيهم بقى على بعض وتبقى تنزليهم للبط بتاعك ما شاء الله هياكل العيش قبل ما هيكل العلف يعني لو أنتم ملاحظين هنا هتلاقوا شاب يشد العيش وبيروح يجري على طول يبقلوا في قلب المياه ويبدأ إنه هو يأكل ويجري على بعض ما شاء الله ليه؟ أنت مدخل له خلطات طبعية وأدينا من أكل بواقي رزه وأدينا من أكل بواقي عيش أي عيش موجود عندك ناشف بقى فضع عندك رغفين ثلاثة أي حاجة من دي أنت بتعنيها للبط تاني يوم وأنت بتحط نسبة العلب بتاعتهم بتنزلي معه العيش بتاع اللي أنت كنت مطلعة أو العيش البيت اللي بيكون موجود عندك عاوز أقولك ما شاء الله اللهم بارك بسم الله ما شاء الله بيخلي البط يشيل معك أوزان أقسم بالله جاميلة 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 لا تقولي لي على فصافي عاوز أقولك لو أنت هتأكل على فصافي مش هيبقى بالمنظر ده يعني ماشاء الله اللهم بارك حاجة كده بسم الله ما شاء الله ده اللي أنا دايما بقوله يا انه بقولوكوا دايما حطوا حاجة أنا مش هنصحكم بحاجة وحشية او أنه مثلا هقولوكوا حاجة هتضيع الطيور بتاعك لا الحاجة اللي أنا بقولوكوا عليها بكون مجربا ومنزلها قضامكم عمل أصلا في قلب الفيديو ومنكون شغالين عليها تمام فهنا ما شاء الله اللهم بارك انا عاوز اقولوكوا لو أنا وزن تبطة من دول اقسم بالله ممكن تجيب كيلو يعني ممكن بطة من دولت تجيب كيلو ما شاء الله اللي هم بارك ما شاء الله البطة تقيلة معي في الوزن بتفرب معي واهم عامل يا جماعة عشان برضو في سؤال كان جالي عن البط اللي هو بيبقى مقرمت شوية ما بيجبرش يعني احنا جيبناه بقالنا مثلا شوه والبط ما بيجبرش مش بحس ان هو بيجبر اول حاجة البط اول حاجة البط عاوز بعد اول عشر تيام تحضين عاوز يتسافي مكان واسع يعني يتوسع على زي الفراخ البيضة بالزبط هتلاقي فرق معاك جدا 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 هتلاقي البطاية طولت ماشاء الله بدأت ان هي تملى بدأت ان هي تحول معاك وتتلاقيها ماشاء الله حجم البطة مش هتتخيل ان ده العمر بتاعها المناسب تمام فزي ما انتو شايفين بسم الله ماشاء الله طبعا الفيديو بيتكلم على نفسه يعني انا ماشاء الله بنزل لكم الفيديو وانتو شايفينه حاسبين معايا الايام بتاعة دورة البط دي ما شاء الله جميلة جدا 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 ربنا يبارك تمام طيب هنرجع تاني للموضوع بتاع الموت المفاجئ طيب ايه هي البقى الامراض الوراثية اللي ممكن ان احنا ناخد بالنا منها او ان احنا نحصى نربط منها من وهو صغير في العمر ده كده من عمر الشهر اول حاجة السورمانيلا السورمانيلا ده جماعة بتخلي حتى لو في الدقورة في تخصيب بتخلي الدقورة بعد كده لو انت شايفها حتى بتخاصة بتلاقي الدقورة بتلاقي البط فاضي يعني كده جدا نكلم نحنا شايفين بس البط طلع فاضي وهي ده السورمانيلا لازمة البط يتعالج الزكور ولازمة الاناس يتعالجو ياخدو جراعات تمام وكل ست شهور بتديهم الجرعة كل ست شهور بتديهم الجرعة كده يبقى انت محصنة طيور بتاعتك طيب تاني حاجة ان يوكسل ان يوكسل برضو لازم انت حصني منه علشان خاطر ما حصلش اي بقى طبعا ما حصلش عندك اي نافق لان لقدر الله ده لما بييجي ده بيعدم الطيور كلها تالت حاجة فشل اللي هو الفشل الكبدي او الفشل الوباء الكبدي اللي هو بييجي للبط دايما عاوز اقول لكم برضو يعني اذا ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت كل نوع مرض من ده جماعة عاوز حلقة لوحده علشان او فيديو الواحدة علشان تقدر ان انت تقولي كل مرض الاعراب بتاعته العلاج بتاعه التحصين بتاعه عايز اقول لكم نقطة مهمة جدا 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 لو انت هتحصني بط من اي نوع مرض اول لو انت هتحصني من ضمن تلات امراض ماشي هتحصني يا اما بجرعة ميتة يا اما بجرعة حية يعني ايه جرعة ميتة يعني بياخد الجرعة آآ بتكون بتكون الجرعة حية يعني المرض نشط وفي جرعة تانية بيكون المرض فيها بيكون ميت يعني ما بيكونش حية بس طبعا هو ما بيدخل جسمه بيتلاقي المناعة بتاعته بتتعرف عليه فبيبدأ ان هو حتى لو جاله بعد كده خلاص المناعة بتاعته شافته وعرفته فبالتالي طبعا بيكون الاصابة منه بيكون قليلة شوية ميت زي ما هو بياخد المرض او المرض تمام وقبل ما تحصني اي نوع بط او اي فراخ او اي تيور موجودة عندك لازم تكون سليمة تماما مفيش فيها اي امراض تماما مفيش فيها امراض خالص خلاص لا في عندها برد مفيش عندها اسهال مفيش عندها اي اي نوع امراض تكون الحاجة واقفة قدامكم كده زي الالف كويسة جدا مفيش فيها اي امراض تبدأ ان انت تحصني نوع نوع حسب طبعا ما الدكتور بيتري بقى هيقولك هتدي ايه الاول او هتدي ايه تاني والتطعمات هتبقي ماشية بها ازاي والادوار بتاعتها وفي ايام انت بتمشي بيها مش اي حاجة كده وخلاص فلازم عشان تطعمي لازم تسألي دكتور بيتري علشان يديك الطريقة المناسبة ويديك الجراعات المناسبة لطيور بتاعتك ازا كان في عمره صغير ازا كان في عمر كبير بالنسبة للفراخ البلدي تقدر ان انت تحصني لو انت جايبة كمية مفيش عندك كمية عندك مسلا من عشرين لخمسين تقدر ان انت تنزلي اللي هو البتدين البشري العادي صنط واحد على رتلا ميا لو انت مرتين في الاسبوع تمام لو انت هتدي منه كل يوم يبقى نص صنط على رتلا ميا يوميا خلاص انا الكلام دا قلته كتير جدا جدا في الفيديوهات اللي فاتت في فيديوهات الشوطة بتاعت الفراخ والحاجات وطبعا زرقان العرف والسموم والحاجات دي كلها كل اللي انا هقدر اقولهولك حاليا ان انت تقدر ان انت تعمل خلاطات رافع مناعة مضاد ضحية وتنفؤ اشتركوا في القناة